حكاية النادي الأهلي بعدما اتحاد الكرة أصدر بيان ثم أرسل النادي الأهلي هو الآخر بيان دعا الكابتن محمود الخطيب مجلس إدارة النادي وشركة النادي الأهلي لكورة القدم لاجتماع طارق الذي تحدد له صباح الأحد المقبل لمنقشة موقف النادي الأهلي من قرار الاتحاد الأفريقية لكورة القدم بإقامة المباراة النهائية في المغرب جاء تحديد موعد الاجتماع لحين انتهاء الفرق الأربعة التي تتبرى في إياب الدور قبل النهائي للبطولة من مبارايتها طيب أنا عجبني أداء النادي الأهلي في الوضع ده يعني هدوء قرارات هادئة احتجاجات هادئة الشكاوي بشكل واضح ومفهوم لجهات معنية مفهومة تحركات زكية بدون تصريحات يعني فيها دوشة وفيها أزمة وفيها مشاكل وممكن الأهلي يتورد في تصريح أو خلافه لا لا الأهلي يصدر بيانات فقط دون أي تصريحات دون أي عضو مجلس دراء يتكلم دون أي مسؤول يتكلم هي بيانات ومخاطبات رسمية دون افتعال أزمة أكتر من الأزمة اللي موجودة تمام؟ ده موقف النادي الأهلي الرائع جدا والأهلي لازم يكمل فيها أنا بس هاخد على الأهلي حاجة قد كده هي مش قد كده هي ممكن تبقى أكبر شوي إنه النادي الأهلي لو الاتحاد المصري السابق اللي هو اللجنة السلوسية بكترات المهانسة أحمد ميجاد أو الاتحاد الحالي برئاسة الأستاذ جمال علام الاتنين دول كانوا موجودين في الفترة اللي هي كان ممكن الاتحاد المصري يقدم فيها ملف لاستضافة المباراة النهاية بسؤول حقيقة الأمر للأهلي طلب ولا نادي الزمالك وقتها طلب والزمالك كان لسه في البطولة يعني للأهلي طلب من اتحاد الكرة إنه يرسل هو على فكرة اتحاد الكرة ممكن يعملها من نفسه والمفروض يعملها من نفسه بس الأهلي حتى ما لفتش النظر ما شاورش ما قالش يا جماعة احنا عايزين نلعب المباراة النهاية على ملعبنا الزمالك ما عملش كده برضه فبرده فيه لوم إداري للنادي الأهلي في هذا الأمر ترجمة نانسي قنقر